السلام عليكم بنات كي ديري لبس عليكم تمنىكم تكونوا باخر على خير بفضل احوان سلام عليكم تحرمين ممشي الجند لحشان اتمنى سأتمنى انتملح ان شاء الله ياربي اليوم ان شاء الله جد نشارك معكم الحم بالبرقوق بحال ديال العراسات المهم لما نطول عليكم المقادر اللي غادي نحتاجه هنا عندي كيلو ديال الحم واندي هنا البرقوق البرقوق هنا عندي منسم بالقرفة وكل شي يعني طايب معدل وعندي هنا يا عندي هاد العطور ديال المصالة معروفين فيهم يقاق اللابسي بي ساهل اخضار القرنفل القرفة عوادي يعني كل شي هاد الشي اللي كتشوفو هنا يا ديال الحم مطحون عندي في هاد العطرية المهم البنات من بعد غادي نحتاجه هنا يا الزيت هنا عندي مواصل الشربع كاز عندي هنا الملحة الزعفران عندي معلقة صغيرة ديال السكين جبير ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم او للكركم الاسفر عندي معلقة صغيرة ديال البزار ومعلقة كبيرة ديال القرفة وعندي هنا ينس معلقة ديال اليازير وثلاثة ديال البصلات وده بندوزل طريقات تحضير وهنا يا البنات اول حاجة غادي ننخطها هي غادي نقطع البصلات فغادي قطاع هاد البصلة ونعود رجاليكم بقاو مع تديمات الفيديو موسيقى 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 نضيف الكوكوت نضيف الكوكوت نضيف الكوكوت نضيف الكوكوت نضيف اللحم نضيف الكوكوت نضيف اللحم كاملة كيف ما كتشوفو في حلاكة ومن بعد البنات غد ندير الملحة وغد نديف الزعفران يعني ملون استناعي وغد ندفت كمصالة يعني قاع العطرية ديال قرنف القرفة هاي الاخضر يعني عقلى بسي بيسا كيف ما كيقولوه في المغرب يعني قاع العطرية ديال الحم كتكونت منك مطحونة كتعديبن خطيرة خطيرة بزاف اضفت 600 ميليليتر ديال الماء هنا في 500 ميليليتر باش درت 600 ميليليتر ديال الماء في اللحم باش يطيب ها اللحم كي شرب ضغياء الماء هنا بالبعدة لبنات نسيت ما قلت ليكم جدروا فيه السمن مهم جبت السمن في اخر لحظة تفكرتها ما تديوش عليها الماء في البنات ندير معلقة صغيرة ديال السمن عامره كما تشوفها في حالك نديرها في اللحم إذا لا تستطيع استغناء عليه ومن بعد البنات نسيت عليها نسيت عليها بالكوكوت كاملة غير نسيت عليها لغطاية ونخليها حتى تبخ ليها مزيان المهمة بالبنات نحليها تتبخ ونحلها المهمة بالفعل من بعد ما تبخه كيف ما كتشوفوا في حال هنا غدي نضيف الزيت هذا الزيت اللي خليت هو الأخر وعاد غدي نستبه الكوكوت مزيان ونخليها تصفر المهمة بالبنات تبقى مع تديمات الفيديو وحطي ترابلينا اللحم ونعاد رجع لكم إن شاء الله بالنسبة للتزيين البنات نستطيع بيضها مسلوقة تقدروا تديروا المشماج تقدروا تديروا اللوز اي واحد ولهو الاختيار كيف يبغى يزيين اللحم المهم هنا هنا يستطيع تغير البيض والبرقوق وصفي أصلا البرقوق عندي منكة يعني ما يحتاج نكه مهم هنا يا البنات من بعد ما طاب ليه هنا من قبل لحم نشرب ليه هنا ومن بعد ما شرب ليه هنا هنا يا البنات هذا هو شكله للنهائي بعد ما طاب وشرب ليه هنا المهم يزيين لديه بيت كيف ما قلت لكم مسلوق وشوية البرقوق شوية جنجلان بيض المهم هى تسين وصفي يأتي لديه تلديه بثاف وما يجيش فيه زيت مزيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع السلامة اشتركوا في القناة